جاي البوكالية عمل لعبين فده لا هذي مش داخل هذي الشغل متاعي اه تخدمتها عوي نخدم انا عندي مكتب للاستشارات مستعد مش مريك بيانسوي عندي مكتب للاستشارات سكون اللعبين انت عمنا معاك اليوم اه لا عليش نقول عليم انا نخدم عالسوق البرا جبت جبت زوزم اللعبية الجمعية في تونس التي حتى تطوينه مخلصش ها مش نسميلك اه تطوينهم اللعبية مش خاصية لا مخلصش ما سولين حتى في في التذكر الطائرات مخلصش فهمتها اه لا عليش نخدم عالسوق تونسيلي لانه ما مفهماش نجيبش نجيبش جيبة ملعبية لتونس ما تخدمش مع الكلوب اللي هي جماعيتك الكلوب ها انت اكيد تعرف ما سولين فيه ما سألهم تقوليش لا تقوليش من العرش تحكي معي انا طوان انت اذا كانك قاتل تلوش انا راني عندي يفكر عليك بالجدارة لا مانيش مطالب باش نقولك مانيش مطالب ولا ملزم سيطو باش نقولك يعني انتي تناجم تسأل عندي جيطو تسأل بها سهل باي كان عندك خبال مع يوسف العالمي اللي هو اذا قريبا مقرب لك بدرجة كبيرة باي وقبال يوسف يوسف باي تحكي عن يوسف توقعين في يوسف انخدك راني من زمان خاطر يوسف صاحبك صاحبك مانيش مشكل يوسف بارك صاحبك خذيت الفلوس ما عند يوسف مش نقولي كيف سألو تقولي ما نسألوه بل اي ذي اختنى منها انتي قدامي جاهلت الفلوس ما قد اقتو hemos لكم ماpertين الاول في محل تايجيري اي يو 10 مليون قيمته اذا عندي يطوا ماي differentiرادا فأخذي ما ابلاخده يوسفGG نحنننصننين ونخلولك شي ثم علت ن希望 سأكتبه لك والا بتましょう احمر другой احمر لك في league لا..يش بنقول لك هذا السور انتي ابلاخف صاحبك اجو حرقو ROBERT أخرى أحد ماillary اخوة ويخليها هذا شنحين مكش انتي جبتوه كنتي كيفية جبتوه وخطوت تبع الكلمة بتاع لا نسلك ونتي ونفح لي لا 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 ما جبتوش قدتك الكلوب ريت كلوب ما جبت لهاش وما انت عملش معها ما جبتش بالكل قدتك كنتي تنجم تسأل وثبت وحد اذا تلقي جايبين جوالات للكلوب رواجتي اسمع علي كل صحيح موش كان على الكلوب قدتك تونس ما فيهاش فلوس ما يعطيهاش وانا ما فهميش نعرف شنوه عليش نتعامل مع تونس والكلوب انا عندي ريها ضعف لاني جمعيتي ريت مثلا انك الكلوب تاوغدو متخلص اسم نجم تنشكي طبعا كان نجي بلهم واحد ونلقم لعبي بالفضل نهزل للكيوب اخرى موش في تونس بتبيع موش في تونس نهزل بره 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 خطر فهم الفلوس وعلى خطر فهم يخل في البره تصور اني نجيب جوار وكلوب نتاخذوه يجب جمعيه هنا ويطلع به انا مجمش نعطيه هنا خطر الكليوب خطر عندي ضعف للكليوب وهنا من هنا ظهرت علاقتك مع كاميري دير تبنيت ذاليا مختاش ما الكليوب معناه كاميري دير وحمودة بن عمار ووديع الجريد وعلي الحفصي والي شدوا الجامعة الكل والي شدوا مراجي انا انا التوى قاعد نخدم الانتخابات الجاية شخولك شنو فاش تخت لو وجوش كوني نجم يكون رئيس بعبيدي يتصلوا بيه ونتصل بيه انتي شدخلك عليش انتي شدخلك انتي مش مهمتك هيري لا 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 وقت اللي يكلمني اسلام المدب واضح وانا عندي علاقة به يقول لي راني بش نعمل قايمة ولا راني يدخل في قايمة شنو رايك شنقولوا نقولوا لا ابد علي عطيني انتي يجاوبني مخاطر ان هنا دورك مش واضح انتي لا صحافي يا وكيل لا داخل في الدولي بيري الكل مش واضح دورك في المنظومة بتعريضها في تونس انا قلتلك صاحب مكتب استشارع التوا وقلت يكلمك مسؤول وإلا اي نجم واحد يخمم في قايمة وإلا وبشن فما حاجة ان انا نقول لك بعد ما نقول لك اشتوا من حابش نقول خاطر من اكي واحد يكلمك ويحكي معاك ولا انتي هذي السيد والزوز والاربعة اللي انتي عندك بهم علاقات وتعرفها من سنوات يكلمك يقول لك نقض ونعمل قهوة ونحكيه وكيف ما اتكلمتني انتي ومعناها نقول ولا شاوبني انتي مش ممكن نقول ولا لش كون تخدم فلانتي حابات الجاي انا مش نخدم على الحصان نحاول بالخبرة نخدم على الحصان الرابح اللي هو شكوم شكوه لا كيفش نعطيك هكو توا حتى كان نعمل قهوة ونقض ونبدأ شنية انا مش نعطيك واحد غلط زياد تلمسيني من الاسماء اللي بيش زياد اذا كانوا اعمل قايمة ويطلع ان شاء الله ربي يسهله مانتصورش كون زياد بارك انا مارجيه مانتصورش جلال تقايل مانتصورش صحيب ياسر جلال انا نعطيك انا اكدلك جلال يستحيل يعمل قايمة ونراهنك ميهر شنوسي ما يعملش مهر عريش ما يعملوش الزوس السياسة لا تلتقي بالرياضة واقف غادي ما تكملش يسأل فيه عبدالرزيق الدالي انا عبدالرزيق رجل باه يوكلو بيوستراو لكن انت والسيدي بوزيد وكان له فاضل في جينا كريم العوازي كريم العوازي كان هو رئيس ابنت الهوات في 2008 كريم جال الكلوب قبل سوية سبعة كان له فاضل وهو محامي شاطر وراجل باي خطرناه في ليني ويترزح ننصحه بش ميترشح فما مفاشقة بش تكون مع تقس مش متوقع بش يكون في الانتخاباته من المفروض ايه شكون كيفش هكا توا باي بش نكمل زو السؤالات حتى اربعة فلمته شكون اكيد وبرشة ونطلب اسماح لازم بهذه نجم تسميلي اسماح ليه ما عنديش واحد عن قصد مثلا ان اسلام المد بنحب نظلمه ونعمله استحيل ولا ليه حتى عن غير قصد فلمته شكون اكيد اكيد شكون قعد في بيتك نطلب منه اسماح اليوم مثلا والله يمكن جوارات يمكن انترانيرات يمكن اسئولية فمش اسم معين ليه ما عنديش واحد مثلا انا نحب ان نشد عليها حاجة معا يعني نشد نعمله واحد ليه والله ليه ظلمك شكون اكيد شكون اكثر راحة ظلمك ليه ما نحبش نقول هذوم فما يقول ان ما نسمحو مش كيف نسمحوش ليه فما واحد مات طوو مثلا والظمن يبرش مات تصور معنا ريت ومات نظرون تقول واحد ما نسمحوش خطر اعمل حاجات في الكل اعرف ما نسمحوش ريت رغملي انا والله يروني متملح ما عملك مثلا ليه معناها اعمل حاجات متاع دعية خيبة وحب حتي يضرني في الخدمة متاعي في الشغل متاعي فهمت؟ ما تسميهش ليه ما نسميهش قلتك مات كيما ما اسمعو واحد مات ولا واحد فالحبس ما نحبش نحكي عليهم باي قلت لي ما نحبش اسلة عادية كيفش كانوا الاسلة عادية لو ممش عادية ليه 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 بهين على اسلة بهين والله العظيم وراني مرتاح انا قلتك نحب تسئلني كل شي اما انا كنت بالشنين للون بعض اسخص ما نحبش لانو تتاح اقدر ليه انا كنت جاوب عليه اليوم فهمت؟ فمس سؤال توقعتك ومش اس 테كوه لك مسألتوه لك الش ليه لا لا عادي عادي يحكينا بتكل شي خلينا نقولك اللجنة هذية متاع التحكيم نعطيك ريا اللجنة هذية متاع التحكيم او ادارة التحكيم وما يشبه هذيك مش مش تنجح مش تفشل اشكله كلك ما نقول لنا مش تفشل خاطر يقول وانت حطيتها ويقولوا بشتفشل هذي ف... فتقيق اودي اخلوا ما خدش كتبعش الناس خذ من عندي ماسمعش علي اي خطر على الحطر يتابع فيسبوكك او اول ب... لا 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 لحظة الخبار اول بأول ممكن تقبل حتى ما طهبت كل شيء يتلقى عندك في التحكيم يعني فخصتان الموت لهذه بخصوص اللجنة هذي هذا هي اكد التأويلات انك تحكم وحتى تهدد في الحكام تقلقه منك زياده يود يعطيني اسمعن يعني نتحدك اعطيني ارتيك الحل تولي انا ولا لا استنيوا يكتبتها برا ما فسختها انتي بعض انك تهدد في الحكام اللي لا مشوش يظفروا لا 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 ما هددتش اللي قلت لا رجوع للوراء هذيك هم هذيك فيش فيه هديد قلت الحكام يصروا على عدم الذهاب للمبارات ولا رجوع للوراء معنا اللي رجوع للرقام هم مش هدين صحيح والفيدراليون شد صحيح باش تعاقب شوف كنتبقا ما نهددش بنا سيف نهدد هنفضع في سبع ايان كيفش نهددهم انا وانا اعمل ان البحث توقع مش هذيك نحكي على معلومات مؤكدة لا تقرأها اللي هنا اي حكم يرفض ويتمرد اللي تم تعينه لها سيتم تجميده وابعاده عن سلك التحكيم انت كتبت هذا وكتبت التحكيم والحكام القراءة جاهزة لرجوع للوراء هدد وتواعد اغلب الحكام بالتمرد والعصيان ورفض ادارة مباريات الاسباب المعروفة الجامعة قررت تسليط عقوبة الابعاد تجميد على اي حكم يرفض ويتمرد ويعلم العصيان بالنسبة لاي حكم دولي يمتنع جاهزة جامعة كورت القدم مراسلة في الغرض الاتحاد الدولي مع تسليط عقوبة وهي الابعاد النهائي على التحكيم والسلط المسؤولة على العلم بهذا الملف تجهيز قايمة موسع من حكام الشبان مختلف جهات الجمهورية من اجل الاعتماد عليهم تهديد هذا ومش تهديد انا انا كنقول راه والي بشي ما يمشيش رمش يعاقبه تهديد شنوة تهديد انا نعطي فيك في معلومة انت كحكم انا قلت رام مش هتعاقبه وراي الجامعة عشاد الصحية ورد بالك فما اهم حاجة هي قلت صلاط المسؤولة تعطيك حاجة راه ماش كان اللجنة الثلاثية ولا الجامعة ولا السمه اللي تحكم اراي مؤسسات الدولة وناقف هنا واضح تيك صحة سي عبد الكريم مرحبا بيك لا نكمل لك حاجة قلتك اللجنة هذي راهي مش تفشل مش 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 تنزح بارك لا مش تفشل لانه خلافات مبيناتها عميقة مش ممكن تتحل بينصور ما يتفهموش علش نسمينا الناس طوانا قلتك اصدقائي لا مكتب فيهم كيف يسميهم متى مكتب فيهم لا علشان كل اسلام تعارك مع عبد الكريم لا لا ما نقولش انا قلتك خطر انا انا لا خلافات عميقة عميقة ما فياش حل وكل واحد يحب يجيب جميعته معاه مثلا ما هو تعاين توريتهم الستة كل واحد يحب يجيب معاه زوزو ثلاثة ربعة خمسة وبدئو فمش كون جابتو وهذي مشكلة فمتك مشكلة كبيرة والمكتب الجامعي هذي او اللجنة اللحدة دي ماش مش تنجح ما اقوله كمال يدير صاحبي ولا لا ماش مش تنجح لان قرارات تنتعه غالطة صباح مع كمال انتوا كمال يدير او السيد كمال يدير فاجئتني ليه يا والدي انا ما تلقانيش ينشكر واحد رد بالك الا���ئة انا عارني ما انضربش مندير ارجع اقبل بعد انضربش مندير مثلا وانا بكري قلت للي وديعش ما اكس معاه ما علش نجي معاه انا هكاي في القضايا نجي معاه اشنو وعلش ميجيز ضده مال هاي فام الناس جيز ضده الخاطر فضله عليك كبير ما عندوش فضل انا عندي فضل على وديع ما تلسني اش رجل من موقوف انا عندي فضل على وديع انت عندك فضل ينسور كان جاي وديع البره تقولها اليوم نهالي ينسور نقول انا القيت نهار نشكل في وديع انا وديع عاونتو ملول باش كما عاونوه برش الناس في حامل تون انتخابي يعني ينسور حاملتو من غير ما مشيت وضربت انا صفاها بالتليفوني ملا ثقة ليه ما انا قدتك الحامل السيفة تنطبق عليك ذجل قوي في كورة قدام التونسية والله رأيك ادي وجهة نظر متاعك نحترم انا الي ارى ان رأي انسان بسيط نقعد اكي لقيتني السباح وقاها وقاعد فيها انسان بسيط ولكن عندي علاقات نستغلها منا نطلبش يعني اريت العبيت روايت ما نكلمهمش صبع مسؤولين كنجي نكلم واحد صاحبي مثلا نريت انا ويكي نبدو صحاب صحاب الناجم نكلم كاين قل كيش نشبه قاول الخبرة خلاتني مانا نعرف كيفش نتعامل لانه غلط لاني فهم عباس عباذة تنكروني غلطت انا مع النهاس وغلطت معاي كثرة ما نعامل انيا عادي اه نختم ونقول روى 50% من الحملة الموجودة هذي 50% لانو نادل الفريقي في المركز الاول استخد نادل الفريقي في عبادة 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 عامل انا نقول لك انت تمثل نادل الفريقي لا لا انا نقول لك لانو فهم عبادة يتصوروا طيو نادل الفريقي اللي كينني اني زعم هذي اخذتها تجبلت اخذتها تقولي بالولا كينو كمكوا انا 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 عاونة الفريقية يوم كون كين جات باجة وحدها لولا وقالوا على باجة دي ما اخذتها يحبوا يربطوا بحاجة انا ما قلت لكش ليه نعاون كين قاعد تستميل في جمهور الفريقية باش يكون في صفح ليه ليه ما نستميلش ريت انا كنا حبيت نعمل كن حبش نعمل كنت عندك باش نعمل باش صفحات ينجم ويدافع علي شو قولك فاذي من غير ما نتكلم انا ما نتكلم حتى قوي وواضح عندك في المولادين وما نتكلم حتى احد صفحات اللي تعرفها من توقع كبار ولا مسؤولين اكيد تعرف شوف انا نطلب منهم حاجة ولا لا وتعرف البيق واضح واضح واضح